في اليوم الثاني بعد المئة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهد 64 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي وغارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في غزة تواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع في اليوم الثاني بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل العدوان بلا هوادة حيث استشهد 64 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف مدفعي وغارات لطائرات الاحتلال طالت عدة مناطق في قطاع غزة واستشهد 20 فلسطينياً عقب قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الصبر وسط مدينة غزة فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة وأدى القصف إلى تدمير المنزل على رؤوس ساكني إضافة إلى منازل مجاورة ونقل الشهداء والجرحة إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة أما في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة فاستشهد 11 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لم ينج منه إلا امرأة بعد أن تهدم فوق ساكنيه كما استشهد أكثر من 11 فلسطينياً وأصيب آخرون في قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على منزل جنوب المدينة دون سابق إنذار ونقل ساكنه إلى مستشفى غزة الأوروبي إضافة إلى استشهاد سبعة آخرين بجوار مستشفى ناصر في المدينة المخيمات تعرضت أيضاً للعدوان حيث استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مخيمي المغازي والبريج واستشهد ثلاثة آخرون وأصيب العشرات في قصف استهدف مدرسة تضم عشرات النازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة غزة طالت أحياء تل الهوى والشيخ عجلين والصبر والزيتون ومخيم جباليا شمال قطاع غزة كما تعرضت مدينة خان يونس لقصف جوي ومدفعي ولليوم الخامس على التوالي يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة وهذه هي المرة السابعة على الأقل التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر